بسمي القاب والابن والروح القدس الى واحد امين احنا خدنا في الدروس اللي فاتت عن السماء وجمال السماء والحياة فيها هناخد المرة دي الدرس الحياة الابدية والاستعداد له واحنا كلنا عارفين ان مصير الانسان في الابدية حاجة من الاثنين يا اما عذاب ابدي او حياة ابدية وطبعا العذاب الابدي للاشرار اما الحياة الابدية فهي للابرار واي عقيدة بتؤمن بها الكنيسة مصدرها بيكون الكتاب المقدس فهنقول مصادر عقيدة الحياة الابدية هي اعلان من الكتاب المقدس في العهد الازيم عندنا في سفر دانيال الاصحاح الاثناشر لما قال وكثيرون من الراقدون في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياة الابدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي وكلمة الازدراء يقصب بيها العذاب الابدي وفي العهد الجديد رب يسوع قال بنفسه عن خرافه التي تسمع صوته وتنفذ وصياه قال لنا وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد يعني مصير اولاد ربنا هو الحياة الابدية تاني مصدر من مصادر عقيدة الحياة الابدية مجيء الرب يسوع نفسه وفدائه لان هو كان هدفه الاساسي يمنحنا حياة ابدية لما قال لنا في يحنى الاصحاح العاشر اتيتي لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل ويقصد بالحياة هنا الحياة الابدية تالت مصدر هو قانون الامان لما كلنا بنقول اننا ننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي امين ويقصد بحياة الظهر الاتي اللي هي الحياة الابدية في اخر الظهر يعني الزمن رابع مصدر هو اعمال الانسان واشتياقه للابدية زي الشاب الغني لما سأل السيد المسيح اعمل ايه عشان اكسب الحياة الابدية قال له اذهب وباع كل اموالك وتعالى اتبعني لكن بسبب ان الشاب الغني قلبه متعلق بالمال والدنيا فما قدرش ان هو يتبع المسيح وعندنا مثل تاني اللص اليمين اللص الذي كان مصلوبا يمين من سيد المسيح كان مجغول بابديته اعترف بخطيته امام المسيح واعترف بؤلوهية سيد المسيح فكان ليه ناصيب ان هو يدخل الفردوس مع المسيح فالشاب الغني كان مجغول بابديته بس ما تبعش السيد المسيح واللص اليمين كان مجغول بابديته وتابع السيد المسيح ودخل مع Vielfair Durs ما هي الحياة الأبدية الحياة الأبدية هي صفة من صفات الله وهي طبيعة الله نفسه فهو وحده الأبدي الذي لا بداية ولا نهاية له لأن الله الأبدي معناه أنه هو موجود إلى الأبد ومنذ الأزل فالحياة الأبدية أيضا هي موجودة إلى الأبد ومنذ الأزل وهي صفة من صفات الله تاني حاجة هي حياة الله واسمه يهوى في اللغة العبرانية بمعنى السرمدي او الابدي الازلي او الدائم تالت حاجة هي الحياة ما بعد الموت حيث يحيى الابرار متحدين مع الله في مجده للابد فمعروف ان بعد الموت هيكون في حياة اخرى اما مع الله او في الجحيم فالاتحاد مع الله حياة ابدية والانفصال عن الله هو موت ابدي جوهر الحياة الابدية وواهبها مين هو جوهر الحياة الابدية الرب يسوع هو نفسه الحياة الابدية وجوهرها ومصدرها فقال لنا انا هو القيامة والحياة وقال عنه القديس يحنى فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ورب يسوع نفسه هو خبز الحياة فقال عن نفسه انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيى الى الابد ولان الخبز هو سبب في حياة الانسان فشبه نفسه بالخبز الحي لو اكل احد منه يحيى الى الابد كلام الرب يسوع هو حياة ابدية وهو اللي قال لنا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة ونفتكر كلامه في التجربة على الجبل لما قال للشيطان ليس بالخبز واحد ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فكل كلمة تخرج من فم الله هي روح وحياة الرب يسوع يعطي الحياة الابدية للذين يحبونه والذين يؤمنون به فقد شاد بي يحنى قائلا الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية اذا الايمان بالرب يسوع انه هو الله وهو ابن الله يعطي حياة ابدية الرب يسوع عنده صفر الحياة ايه هو صفر الحياة؟ هو صفر مسجل فيه اسماء الذين يؤمنون بالرب يسوع المؤهلون للحياة الابدية مكتوبة منذ تأسيس العالم ويمكن ان تمحى بسبب الخطيئة فقد قال لنا من اخطأ الي امحوه من كتابي طبعا الخطأ يصبح الخطيئة او ان الانسان بيفصل نفسه عن ربنا فالدينونة ستكون اصفار تفتح في اليوم الاخير وكل مؤمن اسمه موجود في هذه الاصفار ويوم الدينون العظيم كل انسان هيحسب على حسب عماله الحياة الابدية وعد وهبة من الله للانسان اذا هي ليست حق مقتسب للانسان او من حقه انما هي وعد وهبة وعطية وهدية من الله للانسان فقد خلق الله الانسان لكي يعيش معه في حياة شركة ولكن بسبب الخطيئة فقدنا سورة الله وحياته فينا اي فقدنا الحياة الابدية لكن من محبة الله لنا وعدنا بالحياة الابدية وهو هبها لنا في تجسد ابنه الوحيد يسوع المسيح واصبحت الحياة الابدية هدية من ربنا لينا يجب ان نهتم بابديتنا ونحافظ عليها ومن اسمحش الخطيئة ان هي تفصلنا عن ربنا ولا تضيع ابديتنا الحياة الابدية قرامة وامتياز عظيم منحه الله للانسان وتعتبر جوهراء غالية من الله ومنحة من الله للانسان لكي يتمتع معه ويشاركه فيها لان الله بيحب الانسان وخلقه لكي يتمتع معه ويعيش معه في الابدية في دائرة محبته اهمية الحياة الابدية وضرورة الاستعداد لها هنلاقي اول حاجة مجد وشهوات العالم تبدو تافهة امام الابدية يعني لو عملنا مقارنة ما بين الحياة الابدية وما بين الحياة على الارض هنلاقي ان الحياة على الارض كلها ضيقات وهي حياة مؤقتة ومهما كان فيها من سعادة وامتيازات كبيرة جدا وغنى وعظمة وملك الا انها وقتية وسوف تنتهي انما الحياة الابدية هي حياة مستمرة الى الابد فيها كل انواع الفرح والسعادة والهدوء والطمأنينة والحب فمجد وشهوات العالم تفهة جدا امام عظمة الابدية وجمالها فقال سليمان الحكيم عن العالم في سفر الجامعة باطل الابطيل الكل باطل ولا جديد تحت الشمس فسليمان الحكيم الله اعطاه كل شيء المال والسلطة والحكمة وبعد ما تمتع بكل شيء لقى في الاخر ان الحياة على الارض تفهة جدا بالنسبة للحياة مع الله وقال باطل الابطيل الكل باطل ولا جديد تحت الشمس لان الحياة بتتكرر كل يوم هي هي وفي رسالة يحنى الاولى اعلن لنا يحنى ان العالم يمضي وشهواته معه ان الحياة مؤقتة وكده كده العالم هينتهي ويزول اما مجد السماء فهو لميراث لا يفنى ولا يضمح المحفوظ في السموات يعني ميراثنا في السماء مش هينتهي ولا هيخلص وهو موجود ومحفوظ الى الابد تاني حاجة تأثير الابدية يخفف الام وضيقات العالم فنتحمل اي الام او ضيقات واضطهاد في العالم من اجل محبة الرب يسوع ومهما حصل من اضطهاد او ضيقة او الام طول ما عندنا امل ورجاء في الله ان لنا مكان في الملكوت وان الملكوت في راحة ابدية هنتحمل كل هذه الالام وزي ما اعلن لنا يحنى في الاسحاء الثامن ان الام الزمان الحاضر لا تقاص بالمجد العتيد ان يستعلن فينا تالت حاجة الابدية المقر الدائم للانسان انما الارض تعتبر مقر مؤقت لان الانسان مسافر ومتغرب في العالم ويشتاق يطلب من قلبه عودته الى وطنه الاصلي فالانسان بتولد وعنده غريزة داخلية انه هو يشتاق الى الوطن الاصلي وهو السماء رابح حاجة الابدية تجعل الانسان يسعى لعمل الخير بنشاط ويقدر الوقت كوزنة ينتفع بها يعني بيعتبر ان الوقت وزنة وفرصة في الحياة يقدر يستفيد بيها علشان ياخد اكاليل ينتفع بيها في الابدية خامس حاجة تأثير الحياة الابدية ينزع من المؤمن خوف الموت زي ما شفنا كده شهداء لما كانوا في عز قلمهم واتهدهم بيعلنوا ويقولوا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح زاكة افضل جدا لان عنهم على الحياة الابدية مش على الارض فما كانوش بيخافوا من الموت بل كانوا بيتمنوا علشان يشوفوا المسيح ستة الحياة الابدية مستمرة ولا نهائية انما الحياة على الارض هي حياة مؤقتة زي ما قال في ايوب صحيح الثامن ايامنا على الارض ظل والظل زي ما احنا عارفين ان مهما طال وجوده في الارض وبينتهي بسرعة بالظبط زي ايامنا على الارض مهما طالت فليها وقت وهتنتهي انما في الحياة الابدية هي تبقى مستمرة ولا نهائية رقم سبعة الحياة الابدية جوهرة غالية الثمن وزي ما قلنا هي غالية والمفروض ان احنا نحافظ على ابديتنا وما نسمحش للخطية ان هي تفصلنا عن ربنا ونفضل دايما منتبهين لحياتنا مع الله بالتوبة والاعتراف والتناول والثبات في الرب يسوع كيف نستعد للحياة الابدية؟ اول حاجة الاستعداد للابدية هو امر الهي حيث قال الرب يسوع بنفسه كونوا انتم اذا مستعدين وقال لنا المثل بتاع العزارة الحكيمات والعزارة الجاهلات وبيدعونا ان احنا نكون زي العزارة الحكيمات اللي كان ليهم فضائل روحية واعمال حسنة في الارض اللي كان بسببها ليهم حياة مع الله في الابدية فعلينا الاستعداد عن طريق اول حاجة طاعت الايمان بالرب يسوع وده شرط الاول وزي ما قال لنا في يحنى 3 لانه هكذا احب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية فربنا حبنا حتى البزل والتضحية من اجل ان الكل يكون لي حياة ابدية فيجب ان نطيع الله ونؤمن به تاني حاجة الاتحاد بالرب يسوع وتناول جسده ودمه وهو ادانا الامر الالهي وقال لنا من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية واللي مش بيتناول من جسد الرب ودمه ليس له حياة ابدية تالت حاجة تركيز الهدف على الحياة مع الله وحده يعني نخلي كل هدفنا وتركزنا على الحياة مع الله ونخلي ربنا هو نمر واحد في حياتنا بطاعته وطاعته وصياء ان احنا نعيش في الارض بامانة وحب وسلام ليكون لنا استحقاق في الحياة الابدية رابح حاجة حياة الطوبة المستمرة وترك الخطيئة وهو قال لنا ارجعوا الي ارجع اليكم يعني مهما كنا واقعين في الخطيئة نرجع بسرعة لربنا ونتوب ونعترف وما نكررش الخطيئة تاني وما نقولش العالم كله بيخطئ وايه المشكلة ان احنا كمان بنخطئ وده العادي لا طبعا لان الحياة مع ربنا لازم تكون حياة طاهرة مقدسة بلا خطيئة فعلى قد ما نقدر احنا بنعيش في حياة طوبة مستمرة وحياة جهاد روحي ضد الخطيئة ان احنا مهما وقعنا في الخطيئة بنرجع تاني لربنا بسرعة وهو بيرجع الينا ومهما كان العالم حوالينا بيغلط فاحنا اولاد الله متميزين بحياة القداسة والطهارة زي الرب يسوع ما كان عايش على الارض وهو ادانا المثل الانساني في حياة الكمال وعلمنا بتوضعه واتضاعه ازاي نعيش على الارض فالله يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يعني ربنا عايز كل الناس تخلص من الخطايا وتؤمن بيه ويكون لها حياة أبدية معاه خمسة محبة الله والاشتياق اليه ان احنا نحب ربنا من كل قلوبنا ومن كل فكرنا ومن كل قدرتنا ونشتق ليه دايما ان احنا نقف نتكلم معاه ويكون لنا صديق باستمرار هو اكتر واحد يعرف اللي جوانا ويعرف افكارنا ويعرف مشاعرنا اكتر مننا بس عايزنا ان احنا نتكلم معاه ويكون لنا صلة مستمرة بيه ستة الالتصاق بكلام الله ووصايا فوصايا الرب هي نور لطريقنا وزي ما قالنا دقود النبي في مزمور 119 صراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي والصراك طبعا اللي هو زي الانديل المنور اللي بنور لينا طريقنا فاصبح كلام الله هو الصراج المنير لطريقنا اللي بنمشي فيه سبعة المواصبة على ممارسة الوسائط الروحية والوسائط الروحية هي الصلاة والتأمل والكتاب المقدس وحضور الاجتماعات الروحية والقراءة في الكتب الروحية والكتب المقدسة تمانية الدخول من الباب الضيق وهو الاحتمال من اجل الرب فمهما حصل من ديقات أو ألام في الأرض نحتمل من أجل أن يكون لنا نصيب في ملكوت السموات فمع أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية وقليلون الذين يجدونه يعني قليلون الذين يتحملون ديقات الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية وزي ما قال لنا في أمثال أربعة أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة أن ربنا معانا في الطريق هو اللي بيورينا الطريق وهو اللي بينور لنا طريق الاستقامة اللي يؤدي إلى الحياة الأبدية وهو اللي بينور لنا طريقنا للوصول ويكون لنا نصيب عظيم مع رب يسوع في الحياة الأبدية ولإلهنا المجد الدائم دائما أبديا أمين